اشتركوا في القناة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين جاء فيه المادة الأولى يعد المسمى القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ليكون القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين المادة الثانية تحل عبارة الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم محل عبارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز الواردة في المادة الأولى وعبارة الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم محل عبارتي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز والهيئة الوطنية للنفط والغاز الواردتين في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين المادة الثالثة تلغى عبارة والمادة الثانية من المرسوم رقم 78 لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ترجمة نانسي قنقر